قطعة زيد طارق أول قطعة بكتاب الطالب لطلاب الصف السادس أدادي هي قطعة زيد طارق هو كان يعوم عندما شعر بأن شيئا ما يدفعه جملة بزمن الماضي المستمر وين الأداة بعدها يجي ماضي بسيط هذي العناوين المقترحة وانت تختار من بينها بعد بنقرأ القصة ونترجمها لقد كان صباحا هادئا في مدينة شاطئ البحر الجميل في شرم الشيخ في مصر زيد طارق اللي عمره عشرين سنة سائح من العراق كان يعوم بسلام أي كلمة منتهية بـ هي ظرف ظرف حال 150 متر 150 متر من الشاطئ عن الشاطئ عندما شعر عندما شعر شيئا ما يدفعه لم أكن أعلم ما الذي كان هو أخبر الصحفيين قد ضرب قطعة من الخشب أي جملة جملة بزمان الماضي التام أنت لما تقرأ هذه القطعة يجب أن تعرف مثلا هاي الكلمات الأفعال الشاذة تيل الماضي معلتها تولد ثنك الماضي معلتها ثوات أيضا دونها يمك الدفتر الملاحظات تتفيدك كذلك دون الأزمنة وعرف الشون تتكون ثم سبح ثلك عندما رأيت لقد كان سمك قرش هو حاول أن يسبح بعيدا عندما سمك القرش عظ ذراعه الماضي ما البايت أيضا فعل شاذ الذي قد خسر الكثير من الدماء وعتقد إنه على وشك الموت صرخ بأعلى ما استطاع لقد كنت أصلي إلى الرب لينقذني هو قال عندما بعض الدلافين سبحت باتجاهه وأخافت وجعلت سمك القرش يبتعد كان هناك على الأقل ستة من الدلافين وقد صنعوا دائرة around me حولي the shark couldn't get near me القرش لم يستطع أن يقترب باتجاه كوستغارد حارس الشاطئ جميل العلوي هيرد سمع طارق's screams صرخات طارق and rescued him وأنقذه buy boat بواسطة القارب while he was giving طارق first aid بينما أعطى لطارق الإسعافات الأولية first aid إسعافات أولية بعد while الأدات نخلي ماضي مستمر he was giving on the boat على القارب his partner شريكه أحمد المصري called the emergency services اتصل بخدمات الطوارئ an ambulance was waiting الإسعاف كانت تنتظر for طارق من أجل طارق on the shore على الشاطئ and he was immediately and he was immediately وهو بالحال taken or he there تصريف الثالث مالتاك to the hospital إلى المستشفى آت شرم الشيخ في شرم الشيخ it was the most frightening day إنه كان من أكثر الأيام المخيفة انتبه frightening هذه الصفة مضافة لها ing لأنه إجدت يبصيغة صفة وموصوف بعدها يجي موصوف day فلازم نخلي للصفة هنا ing بغض النظر عن كون الفاعل عاقل أو غير عاقل أيضا هذا موضوع قواعد خاص بالسادس عدادي شارحة فيه منهج القواعد of my life كان أكثر الأيام رعبا في حياتي طارق أخبر الصحفيين من فراش المستشفى ذات شارك إنه سمك القرش wanted أراد to have me أن يتناولني for breakfast كوجبة فطور but the dolphins لكن الدلافين saved me أنقذتني thank god شكرا للرب ترجلنا القضاء هسا رح ناخذ أهم الأسئلة اللي يجدت عليها بالوزاري he was floating when he felt something push him كان يعوم عندما شعره بشيء ما يدفعه سؤال الأول who hear طارق's screams من سمع صرخا الطارق and rescued him by his boat وأنقذه بقاربه the coast guard جميل العلوي حارس الشاطئ جميل العلوي نقطة ثانية زيد طارق a tourist زيد طارق ساح from Iraq من العراق six dolphins ستة دلافين protected طارق حمت طارق what saved طارق ما الذي حما طارق أو أنقذ طارق six dolphins saved طارق ستة دلافين أنقذت طارق who rescued طارق by boat من أنقذ طارق بواسطة القارب the coast guard جميل العلوي حارس الشاطئ جميل العلوي أو هنا ممكن أنه نترجمها خفر السواحل خفر السواحل جميل العلوي زيد طارق was زيد طارق كان on holiday في عطلة why did زيد طارق scream لماذا زيد طارق صارخة because he thought لأنه اعتقد he was dying إنه على وشك الموت عندما زيد طارق وصل إلى الأرض هو أخذ to get medical attention للحصول على الرعاية الطبية زيد طارق was bitten زيد طارق قد عظه by the dolphins من قبل الدلافين طبعا هي الإجابة خطأ وإنما bitten by the shark عظه بواسطة سمك القرش what was زيد طارق doing when he saw the shark ماذا كان يفعل زيد طارق عندما رأى سمك القرش he was swimming لقد كان يسبح زيد طارق was rescued by زيد طارق نقذ من قبل يعني هو مخليلك اختيارين طبعا انت تختار الشيء الأقرب اللي هو البحر see زيد طارق was on holiday نعاد علينا هذا السؤال was زيد طارق bitten by the shark اضن نعاد what did the shark do to طارق ما الذي فعله سمك القرش لطارق bit his arm عظ ذراعه why did زيد طارق start praying لماذا بدأ زيد طارق بالصلاة because he thought he was dying لأنه اعتقد انه على وشك الموت who rescued طارق by boat ايضا السؤال نعاد علينا زيد thought اعتقد perhaps ربما his air bed انه السرير الهوائي has hit قد ضرب a piece of wood قطعة من الخشب زيد طارق was on holiday لأسئلة اكثرية هدت نعاد علينا was زيد طارق bitten by the shark ايضا نعاد why did زيد طارق scream ايضا معاد when زيد طارق has attacked by the shark he عندما زيد طارق هجمة من قبل سمك القرش he was lying كان متمددا on a plastic mattress على مادة بلاستيكية what was زيد طارق doing when he saw the shark he was swimming when he saw the shark سؤال مكرر six dolphins protected طارق مكرر طارق was rescued by two children هناك السؤال نفسه جان على شكل اختيارات هناك جان على شكل true false طبعا إجابة هي false who heard طارق من سمع صراخ طارق جميل العلوي when زيد طارق got back to dry land he was taken to get medical attention سؤال مكرر was زيد طارق bitten by the shark هل زيد طارق غضة من قبل سمك القرش yes he هو ضمير طارق ما أقوله من الفئر المساعد was لازم تجاوب هالطريقة yes he was when زيد طارق got back to dry land he was taken هذا السؤال عاد لأكثر من مرة سؤال مهم what frightened the shark away ما الذي أخاف سمك القرش وجعله يبتعد the dolphins الدلافين what was زيد طارق doing when he saw the shark ما الذي كان يفعله زيد طارق عندما رأى سمك القرش he was swimming كان يسبح what did the shark do ما الذي فعله سمك القرش bit طارق's arm عض ذراع طارق وبهذا نكون شي رح نعم قطعة زيد طارق وكذلك شرحنا أهم الأسئلة أو كل الأسئلة الوزارية اللي جدت عليها من 2014 حتى مهيد 2022 ألتقيكم في فيديو قادم مع السلامة